بذل الله نراكم على قريب المستمرين في التقطيع معكم إن شاء الله في الأيام القادمة حتى ترجعون وأنتم بخير وسلامة يا رب العالمين شكرا شكرا يا أخواني أقسم بالله اللسان يعجز أنه اليوم يشوف مثل هذا الوقف خلاص قرب أنه ينتهي وده أنه يفرح وده أنه يسعد وده أنه يشوف الجهود فعلا اكتملت وتكللت بالنجاح ليش يا أخواني حنا ننتظر إلى آخر لحظة ثم يستجي واحد يسبقنا ويقفر ثم يقول ليتنا والله حنا ساهمنا لا تنفع يا ليت لا فات الفوت ما ينفع الصوت اليوم أنت اللي قاعد تعاني مع المريض أنت اللي قاعد تعاني مع المريض يا أخواني اللي الحين في المستشفى يسمعنا ترى في رأس تابعنا من المستشفيات تكفى تكفى إذا شفت أنه في عجد عند الأطباء والله عند رب الأطباء بصدقة يشفيك الله عز وجل من مرضك اليوم يا أخواني الله عز وجل يختبرنا في أموالنا وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم الله ما قال أنفق من ماله قال مال الله الذي آتاكم يعني يا أخواني الله يعطينا المال ثم يؤمرنا بالإنفاق اختبار لنا ما في أنفس على الإنسان ولا أغلى عند الإنسان إلا ماله لذا كذا جاء المحك عند المال تبعي تعرف الإنسان هو بيقدم ولا بيتأخر يا أخواني طلحة ينفق على أربعين من أهل المدينة ما عرفوا أنها طلحة لبعد ما مات أربعين بيت من أهل المدينة افتقدوا لطلحة بعد وفاته كان ينفق عليهم وكان يتصدق وتعالوا لأبو الدرداء اللي ترك هذا البستان الكبير جدا ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق الرداح لأبو الدحتاح في الجنة لأنه فقد تصدق بأنفس وأغلى ما يملك بستانة بمقابل نخلة في الجنة يقول يا رسول الله إن أعطيته هذه المزرعة أنفس ما كان في المدينة يعطي هذه المزرعة ثم مقابل نخلة اعترضت جدار الجار اللي كان بيبني فقال يا رسول الله إن أعطيته هذه فلي نخلة بالجنة قال ويحك يا إخواني إنها ليست جنة إنها جنان الله عز وجل يوعدك إن الله يعطيك ويغنيك ويبارك لك في مالك وأهلك وحالك ومالك ومآلك بسبب صدقة تنفقها اليوم ولمن لأغلى فئة القلب فئة اليتيم إلا أن بصراعه سلم وعد أننا نكون معه في الجنة مرافقين له وملازمين معه صلى الله عليه وسلم لأننا فقط يا إخواني قدمنا لهذا اليتيم لأننا أنفقنا لهذا اليتيم لأننا ساهمنا في اكتفاء هذا اليتيم ما بيقول المسكين لو والله أخواني يحن المساكين اللي الله أعطانا المال ويحننا قاعدين نبخل أقسم بالله يحن المساكين يا إخواني يا إخوات قدموا اليوم تكفون كملوا هالجميل كملوا نحن نشوفه جميل في عيوننا لكن يا إخواني ترى همال اللي تقدم قد يكون هو الحجاب لك على النار قد يكون وسلم دخولك الجنة والله يمكن تصلي الليل والنهار وتصوم الليل تصوم النهار وتحج وتتعنى ترى يمكن الله ما يقبل منك هذا العمل كله مع أنه فريضة ثم تتصدق بقلب طيب ومن مال طيب فيقبل الله منك فيكون سبب دخولك الجنة والصلاة اللي أنت صليتها وقدمتها الله ما قبلها منك لكن الله قبل منك الصدقة واللي يكون فيها خلل فيها نقص فيجبرها هذا المال لذلك يا إخواني اليوم تكفون وعدنا نعيد الكلام ولا وعدنا نكرر لنا همم وللهمم يشتعال وصدق القول تثبته الفعال فاليوم يا إخواني نحن نقدم لأنفسنا قبل ما نقدم لغيرنا ثلاثمائة لا تقدم عن نفسك ستمائة لا تقدم عن والديك تسعمائة لا تقدم عن أسرتك فرح اليوم أمك أبوك فرح نفسك قبل أمك أبوك فرح أسرتك اللي اليوم قاعد أنت تدلعها وتطلعها وتمشيها وهذا حق ما حد يقدر يقول لك ليش لكن تكفى تكفى شوف فرحتهم وشفى بعيونهم وشفى كل ما مروا وشافوا مثل هذا الإهداء درع ولا إهداء تضع في الصالة ولا في المجلس ولا في أي مكان تسعمائة ريال فقط اليوم تنازل عنها وأجل طلعتك بكرة وقدمها لهاليتيم وشوف كيف أنك أنت أنفقت من أعز ما تملك شوف كيف العوض من الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين شوفوا يا أخواني الله يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه اللي وعد بالخلف الزهراني الله اللي وعد بالخلف قال وهو خير الرازقين يعني أنفق ترى بخلف عليك وبزيد برزقك بسقدم هذا الاختبار تكفى لا ترسف فيه نرسف اختبارات الدنيا نعوضها لكن اختبار الآخر لا نرسف فيه يا أخواني الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة ثم تبلغ كالجبال يجي يوم القيامة جبال من الحسنات بسبب هذه الصدقة بسبب دعوات اليوم أنت قاعدت تبحث عن وظيفة وأنت تبحثين عن وظيفة وتقول والله أني مهموم والله ما عندي راتب يجيني كل شهر ترى اليوم والله أنحلك بعد الله إذا أحسنت النية وأخلصتها ترى في الصدقة وفي البذل وفي الإنفاق وفي العطاء أسهل الله عز وجل يخلف عليكم بخير محمد بن بندر محمد بن بندر مما وصل لها الفندقة والوقف شعور عظيم جدا وجميل ولا أقدر أوصفه والله وكل شكر وموصول الجميع من تبرع وساعهم بهذا الوقت والحمد لله والله يجزاهم خير ويجعلهم في ميزان حسناتهم إن شاء الله ونقول للي ما تبرع تبرعوا معاد بقى شي وما نقص مما لك زادك عند ربك سبحانه وتعالى والله يجزاهم خير إن شاء الله الله يجزاك محمد عبداليزي مسفري خلونا سريعين الربع لأنه عندنا مفاجئات إن شاء الله حلو لكم اللهم لك العمد وعقبال إن شاء الله الإكتمار بإذن الأهل ما غيره على سوء يارب 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 بندر خلونا سريعين الربع لأنه عندنا شي أنت كفيت وفيت ولكن من باب البر بالوالدين الواحد يتصدق عليهم وصدق عنهم لأنه يعتبر بر حتى لو كانوا أموت أو أحيا اللهم ارزقنا برهم أحيا وأموت من هذا المكان أنا أتبرع الوالدي رحمة الله عليه والأخواني رحمة الله عليه الله يغفر يتقبل والوالدة الله يشافيها آمين بثلاثة أسهم وسهم لأخواني الموجودين والأهاليهم الله يتقبل وسهم وسهم لكل من عرف بندر أو بندر عرفه من الأحياة ولا موت الله يجعل خالص الوجه الله عليه بناحية خلونا سريعين الربع أنا ودي مشاعركم للي شفتوه الوقف عندنا مفاجأة بتفوتك سامعني والله إني سعيد والشي اللي كان مسموع الآن أصبح مرئي صار واقع صار واقع الشي كان مسموع الآن صار مرئي والفندق هذا يعود ريوعه للأيتام ونشكر وعسانا على خطاهم والله يتقبل من الجميع ممتاز طيب أبجي البقية تسمحوا لي بس بعد ما نقوم عندنا مفاجأة لكم من رابع أي كلنا كلنا أي تفضلوا معي كلكم